اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنا العظيم المجر والغفران طريقة الحفظ التي يثبت الإنسان بها حفظه أولا تقرأ السطر عشر مرات ثم تسمعه لنفسك فإن جئت به على وجهه فانتقي إلى السطر الذي بعده وإن اختلطت عليك كلمة فقرأها مع ما قبلها وما بعدها ثم سمعه النفس ثم انتقي إلى السطر الثاني فقرأه قراءة عشر مرات لا تقرأ مرتين ثم تسمع نفسك لا هذا خطأ شوه على نفسك حتى لو حفظتهم الأول مرة لابد أن تقرأه قراءة حتى ترتسم الكلمة في الذهن موضعها من السطر ومن المكان قرأت السطر الأول عشر مرات وقرأت السطر الثاني عشر مرات تقرأ السطرين ثلاث مرات وتسمعهم لنفسك ثم السطر الثالث ثم الرابع الخامس حتى تنتهي من حفظ الصفحة كاملة هذا حفظ نسميه حفظ قصير المدى قد يضيع منك بعد أساني كيف تحول هذه الصفحة إلى حفظ طويل المدى تأتي بالصفحة التي حفظتها تفتحها مرة أخرى وتقرأها عشرين مرة حتى لو سمعتها مئة مرة تقرأها عشرين مرة قراءة حبذ لو كان إصبعك تحت الصفحة ستثبت هنا إن شاء الله وتحفظها ولن تنساها بفضل الله لماذا؟ لأنك حينما تقرأها عشرين مرة قراءة نظرا فإن العين تلتقط صورة ضوئية للصفحة فتبتسم الصفحة في ذهنك فلن تنساها بفضل الله أبدا أبدا